انا حطيتها تحت الشواية الصراحة لاني عندي اربع دقايق كان فقط نقدمها الفكرة اللي بس عايزة سيح البصبوسة مستوية تماما عايزة سيح الجبنة انتوا بقى في البيت على رواء براحتكم مش عايزين التحميرة دي مش هتفرق طبعا في الطعم بس هي بتسيح بس هنقوم عاملين ايه واخدين الصينية وقلبينها سيما بنقلب الكنافة النابلسية ومنشيل دي ودي وش الكنافة النابلسية النعمة بالزبط وهي كده دافية منقوم نسقيها بشربات مش تقيل عشان يتغلغل كده جوه البسبوسة ودي من الحاجات اللي انا اتعلمتها في البسبوسة عشان تطلع طريقة انه الشربات يبقى خفيف دلوقتي حنقوم ندينها الفزق بتاع الكنافة النابلسية ونقطع بالمقطع حالا وهي سخنة قطع اوكي هيا بنا بسم الله الرحمن الرحيم اذا البسبوسة النابلسية بسم الله بصوا بقى الله 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 فاتتكم الشدة بتاعت البسبوسة يا جماعة شدة الجبنة بصوا 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 البسبوسة مرملة وطرية ازاي تهبل اذا النهاردة تمتخلين تعمها مع القشطة مع الجبنة مع الشربات مع الفصدق مع المستيكا احنا مش حطين في البسبوسة غير الفانيلا اللي حنعمل وصفته حالا دي كنافة نابلسية نعمة اذا البسبوسة احنا بصوا 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 بص ندفيهم على النار أسهل بسبوسة المقادير السيلة كلها كده اختلطت هاخد هنا كبيتين من السميد نفس السميد اللي عملنا منه القطايف وهحط لهم حسب الرغبة معلقة معلقتين كبار من جزء الهند بيديها ترميلة حلوة هناخد الخليط السائل اللي هتلاقوا مقاديره موجودة على الفيسبوك ميشو تيفيه هتلاقوا في الإعادة على قهرون السنين على طول بعد الحلقة وحتلاقوه على اليوتيوب وبس من التركات اللي هقلكم عليها سيبوا البسبوسة قبل ما تخبزوها تتشرب ربع ساعة على قل تتفتح حبات السميد دي من الحاجات المهمة الحاجة التانية لما تطلع لو عاملين بسبوسة بس ما تسوهاش على حرارة عالية قوي وتحمروها فتقرمش خلوها درجة الحرارة 170 وتاخد مثلا اللي حد بس لونها أشقر تطلع من الفرن تاخد شربات هي سخنة بارد بس خفيف ونغطيها يعني بعد الشربات البارد تتغطى دي البسبوسة من غير جبنة اللي بالجبنة طلعتها وسبتها تبرد وحطيت عليها الجبنة ودخلتها الفرن لو انتو عاملينها على طول يعني مش هتاخدوا فاصل بينها مثلا انو هتحضروها وعالفطار تعملوها بالجبنة البسبوسة استويت نسحب السنية لبرة نحط الجبنة مدخلها نطلعها هنقلبها ويبقى عندنا الفيوجن اللي عملناه النهاردة نبص سريعا انا سرقت كتير من الوقت النهاردة بس لازم تجربوا طاجن امو علي بالبطاطا بالبشمال البسبوسة النبلسية والقطايف كانولي وتشوفوا الحلقة والمقادير وتبعتون لنا تطبيقاتكم عشان انا بحب اشوف تطبيقاتكم وازاي الوصفات دي بتساعدكم شوفكم حلقة جديدة بكرة وبعد